يا مسائل فل والخير والسعادة واللعبة الحلوة على كل عشاء السحيرة المستديرة واللي بيتفرجوا علينا دلوقتي من كل مكان أهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامج الحريفة هكون معاكو أنا أميرة فراج وهند متحة مسائل فل هنودة مسائل فل حبيبت ألف أعمل إيه شغلك هلو قاوي نهار وانتي أمر ريئة كده أهلا بيتيقلك مسائل فل أهلا بكل اللي بيتابعونا على شاشة قناة الأهلي حلقتنا النهاردة متنوعة هنتكلم فيها مع حضراتكم عن أهم الأحداث الرياضية اللي حصلت في الساعات الأخيرة سواء كانت محلية أو عالمية وهيكون معنا كمان ضيف مميز جدا هنخليه مفاجأة بس تعالوا دلوقتي نبدأ فقرتنا الأولى ونشوف معنا أخبار النهاردة في السريع أول خبر معنا النهاردة فوز النادي الأهلي على نادي فاركو بنتيجة 2-1 في المباراة لتلعبة البارح على أستاذ الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة التاملة لبطولة الدوري وبالفوز ده الأهلي بيرفع رصيده للنقطة الـ 22 علشان يتربع على قمة الدوري المصري وعبر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ساعته بالفوز وأشاد بعديمة اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز ليأكد على أن الأهلي كافح حتى آخر لحظة في المباراة وده بيدي إصطقة للجميع في قدرة الأهلي على التسجيل في أي وقت مبروك للأهلي يعني بصراحة حقيقي يعني النهاردة كانت صعبة جدا طبعا ألف ألف مبروك للنازل أهلي وجماهير النازل أهلي مباراة كانت صعبة جدا بس خلونا نروح لتاني خبر معنا عن المنتخب الوطني الأول الرجال كرة اليد واللي فازوا مبارح على المنتخب القطري بين السيجة 21 ل18 في المباراة الودية الأولى بين المنتخبين على صالة اتحاد الشرطة الرياضي استعدادا منهم لبطولة العالم رقم 28 واللي هتتلعف بولندا والسويد من 11 ل29 يناير القادم البطولة اللي وقعت فيها مصر في المجموعة السابعة مع منتخبات كرواتيا أمريكا والمغرب نروح يهند للأخبار الدولية وأول خبر معنا عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي عامل حالة من الجدل خصوصا وأن محدش يعرف إيه خطته الفترة الجاية من حياته هلا يعتزل كرة القدم ولا هيكمل مسيرته مين النادي اللي هيروح له لو قرر أنه يكمل محدش متأكد إيه المعلومة لكن صحيفة ماركا الأسبانية نشر التقرير عن مصير كريستيانو وقالت أن فريق النصر السعودي مستني وصول رونالدو للصعودية قبل نهاية السنة خصوصا أنه موجود حاليا في دبي بالإمارات علشان تأكد صحيفة ماركا على أن الصفقة دي لو تمت هتخلي الكرة السعودية على خريطة كرة القدم العالمية قدينا مستنيين نشوف مصير كريستيانو رونالدو هيكون إيه؟ يعني من كريستيانو رونالدو نروح لليون الميسي ومنتخب الأرجنتين بطل كاس العالم عشرين اتنين وعشرين والتي تعمل لهم مسيرة احتفالية ضخمة جدا في العاصمة الأرجنتينية من قدام مسألة بونس آيرنس اللي طوال اليومين اللي فاتوا حضرها الملايين من المواطنين الأرجنتينيين وعشاء التنجو علشان يحتفلوا مع لعبي منتخبهم بالفوز الغالي واللي غاب عنهم لمدة 36 سنة كمان منحت الحكومة الأرجنتينية يوم الثلاث اللي هو مبارح أجازة رسمية علشان الناس تحتفل وتفرح بالإنجاز اللي حققوه يعني شعور جميل جدا 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 نفسنا احنا كمان نحسوه سواء كاس عالم أو أي بطولة أو أي إنجاز مهم أنه يكون مع المنتخب الوطني كده تكون خلصت أخبارنا النهاردة تعالوا نروح دلوقت سيليه صورة في تعليق السورة اللي معنا النهاردة هي صورة لقطة هدف الفوز للنادي الأهلي على نادي فارقو في المباراة الصعبة اللي كانت ما بين الفريقين مبارح الهدف اللي سجله مهاجم الأهلي محمد شريف علشان نقدر نخرج من المباراة بتلت نقاط غاليين يخلونا متصدرين ترتيب الدوري المصري ويفرحوا كل الجماهير الأهلوية طبعا ويفرحونا وتأكد على إسراء اللاعبين وروحهم واستبسلهم في أرض الملعب لحد آخر لحظة في المباراة عشان يحققوا المكسب زي ما احنا شايفين فيديو يعني الحقيقة الأهلي دايما بيثبت أنه بما حضر الأهلي دايما روحه بتسيطر على كل حد بيلبس قميص النادي الأهلي كل حد بيهتف باسم النادي الأهلي الأهلي دايما بيثبت أنه صاحب الشخصية القوية في الوقت والمكان والموعد المحدد ما فيش حاجة اسمها استسلام والوقت عدة المباراة تسعين دقيقة احنا بنلعب سبعة وتسعين دقيقة عادي جدا بالنادي فيها في كل دقيقة وكل ثانية بنفس القوة وإلا ما كناش خدنا لقب الأهلي ملك البلاس تسعين وده اللي احنا شفناه مبارح الحقيقة في مباراة بين الأهلي وفارقه علشان كده قدرنا نحنا نفوز ونخرج بالمكسب المشرف ده الف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي خلصنا فقرتنا الأولى تعالوا بقى نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف مناورتنا النهاردة بتقول ايه ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا ودلوقتي وصلنا معاكم لتاني فقرتنا المناورة مصر في الفترة الأخيرة بقت محفل كبير جدا لاستضافة البطولات الدولية والعالمية في الألعاب الرياضية المختلفة سواء كانت جماعية أو فردية ومش بس في الرياضة لا كمان محافل تانية كتير جدا وده شيء لازم نتكلم عنه ونعبر عن فخرنا واهتمامنا باللي بيحصل على أرض مصر في الفترة الأخيرة وزي ما بنقول لا هنا في حاجة مش كويسة هنا في حاجة مش مظبوطة لما يحصل حاجة كويسة لازم نطلع ونتكلم عنها ونقول ان في حاجة كويسة الحقيقة انه من ناحية استضافة البطولات المختلفة فده بعبر عن ثقة الاتحادات الدولية في مصر قدرتها على تنظيم أي حدث رياضي والكلام بينطبق برضو على المحافل اللي مصر بتستضيفها التانية المختلفة زي مثلا مؤتمر المناخ اللي حضروا رؤساء العالم أو ماراثن الأهرامات أو عرض أزيال مصمم العالمي ستيفانو ريتشي اللي اتعمل لأول مرة في معبة حدش بسوت واللي كان حديث العالم كله في شهر اكتوبر اللي فات وغيرها كتير من الأحداث المهمة واللي آخرها هيكون ماراثن زايد الخيري ماراثن زايد الخيري شهد قبال غير مسبوق وبيؤكد على روح المحبة والأخوة بين مصر وإخواتنا العرب علشان كده موضوع منورتنا النهاردة هيكون عن استعدادات مصر لاستضافة المحافل العالمية ونظرة العالم لنا في الفترة الأخيرة أميرة يعني زي ما احنا كده شايفين أحداث كتير جدا مصر بتصدفها من بالضبط هند فعلا واخدين بالنا كويس قوي أن نظرة العالم لنا السنين الأخيرة تغيرت كتير جدا خصوصا أن اسم مصر بقى بيتذكر كتير وكشيء أساسي في أي تنظيم أو أي مشاركات وأحداث عالمية لأننا دايما بنكون قد المسئولية وبنقدم تنظيم مبهر على كل الأصعيدة يعني لو بصنا هند على الفترة ما بين سنة 2014 لـ 2022 في رياضة بس هتلاقينا منظمين حوالي 280 بطولة واللي أخرهم هيكون ماراتون دايد الخيري اللي هيكون يوم الجمعة اللي جاية واللي دايما بيشهد مشاركة قياسية من كل أطياف المجتمع المصري غير حرص السياح الأجانب والعرب على المشاركة فيه خصوصا وأنه بقى عبارة عن مركة مسجلة سجل الإنسانية والأعمال الخيرية وإحنا مش وقفين عند كده لا مصر عندها خطة في الفترة اللي جاي لاستضافة وتنظيم مجموعة من البطولات والفعاليات المهمة جدا زي مثلا استضافة ثلاث بطولات عالمية في السباحة وده اللي أعلن عنه الاتحاد الدولي للسباحة بداية من السنة لجاي 20-20 لحد 20-26 منها بطولة كاس العالم للغطس العالمي وبعتها بطولة الجايزة الكبرى للغطس وبطولة العالم للسباحة الفنية واللي طبعا هتكون في موقع تاريخي ومهم جدا في عجاب الدنيا السبعة في الأهرامات صح وعايزة أقولك كمان بما أنك قلت البطولات دي مصر كمان يا جماعة تستضيف بطولة العالم للسامبو في القاهرة من يوم 10-12 نوفمبر السنة الجاي برضو وهيشارك فيها حوالي 100 دولة وأكتر من 1500 لعب ولعبة على مستوى العالم كمان برضو في بطولة العالم للبوتشا واللي هنظمها الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي السنة الجاي برضو في شهر يوليو وكمان فيه بطولة أفريقيا للكرة الطيرة رجال وسيدات في شهر أبريل وبطولة أمم أفريقيا للشباب في فبراير وعندنا في النزي الأهلي هنستضيف بطولة أفريقيا للأندية أبطال كؤوس لكرة اليد رقم 39 رجال وسيدات وبطولة كاس السوبر الأفريقي لكرة اليد رقم 30 رجال وسيدات في شهر ماي المقبل إن شاء الله والبطولات دي كلها بتقولنا والأرقام دي كلها بتقولنا إنه فيه خطة واضحة واستضافة البطولات المختلفة أميرة يعني بيأكد على ريادة مصر وقدرتها على تنظيم ومشاركة في أكبر الفعاليات والأحداث وأهم البطولات وأكيد هنكون قدها وإلى ما كانتش هيتم اختيارنا كدولة مستضيفة من ضمن الدول القوية اللي كانت في منافسة اختيار مين اللي هيستضيف البطولات دي بالضبط معاك هندو ومصر الأمنة المطمئنة أدرا في أي وقت على التنظيم والإبهار من تاني وتوجيه رسائل الأمن والسلام والمحبة لكل عواصم العالم الخطة اللي ماشيين بيها واللي شايفينها بتتحقق كل يوم قدام عيننا بتأكد على أننا ماشيين على الطريق الصحيح بنسعى وبنكتهد وبنحاول عشان كده أي حاجة بندخل فيها بجد العالم كله بينبهر بيها ودينا بنشوف الصحف الأجنبية والعالمية بتكتب عننا إيه يعني أنت هند زكارتسي عرض أزياء المصمم العالمي ستيفانو ريتشي واللي حضروا كل نجوم العالم وكان عندنا مارثون للأهرامات واللي شارك فيه تقريبا أربع تلاف متسابق من أكتر من جنسية عربية وعالمية واللي اتكلمنا عنه برضو في حالة قبل كده وكان في حدث حصل لأول مرة برضو كان في منطقة أهرامات الجيزة وهو عرض الأزياء لرجال داري الأزياء الفرنسية الشهيرة وحضروا برضو نجوم عالميين وعرب غير المصريين طبعا وممكن نقول إن حدثين بحجم برضو موكب الموميويات وافتتاح طريق الكباش لفتوا أنظار العالم كله يعني أكتر للأماكن التاريخية في مصر وإنها مش مجرد وجهة للزيارة بس لا إحنا كمان نقدر نستضيف فيها أحداث مختلفة من كل دول العالم فإحنا هنا بنتكلم عن فعليات مهمة حصلت على أرض مصر منها اللي بيحصل لأول مرة وفي منها اللي مفيش غير مصر بس هي اللي تقدر تنظمه فإحنا بناخد خطوات كويسة جدا وفخرين باللي مصر بتعمله وإحنا قدها صحيح ساعات بيحصل شوية مشاكل بس بنحاول وبنقدر وكفية إن إحنا كل الصحف بتتكلم علينا ومصر فعلا قدها وقدر إنها تجمع كل الجنسيات عندها في معظم المناسبات والتنظيمات يعني العربية صح يمكن الأميرة بتقوله ده بيثبت لنا حاجة مهمة جدا 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 إنه إنت عملت ده في عدد سنين قليل قوي لو تفتكروا برضو إحنا بهرنا العالم قد إيه في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية سنة 2019 وده كان على الرغم من إن الوقت كان ده جدا يا جماعة لو تفتكروا الكاميرون كانت المفروض هي اللي تستضيف البطولة لكن الملف تسحب منها ومصر مكدبتش خبر استلمنا ملف اشتغلنا عليه محدش كان مصدق إن إنا قدرنا نعمل ده خصوصا إن كان بيشارك فيها 24 منتخب كانت أول مرة تحصل في البطولة فإحنا كل اللي بيحصل ده بيقول حاجة واحدة إن إحنا قدرين نعمل أي حاجة إحنا بنعرف نتحدى نفسنا كويس قوي طول ما فيه حافز قدامنا محدش بيقدر محدش بيبخل كمان بمجهوده وأفكاره لتطوير أي حاجة في البلد سواء كانت المنظومة الرياضية أو مؤسسات الدولة يعني بصراحة عجبني قوي تصريح دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لما قال إحنا بنسعى وبنتحرك في ملف استضافة مصر الكاس العالم عشرين تلاتين ولو ما تمش فهتكون خطتنا لعشرين أربعة وتلاتين الحاجات دي هي اللي لازم نرفع لها قبعة طول ما قدامنا خطة واضحة ماشيين عليها طول ما إحنا عندنا طموح استضافنا بطول لا لا إحنا عايزين الأكبر منها استضافنا أفريقيا لا أعايزين كاس العالم فده مهم جدا جدا بالضبط هند إحنا فخورين بيقدمه وزير الشباب والرياضة الأستاذ أشرف صبحي بيبذل مجهود محترم ومش عايزين نضايا حق طبعا وزارة السياحة والأطار اللي بيقدمه مجهود أكتر من رائع برضو بالتعاون مع مزارة الرياضة عشان يقدمه يقدمه لنا ويقدمه للعالم إبهار في كل الأحداث والفعاليات اللي بنشارك فيها وبتتنفذ على أرض مصر وده طبعا بيرجع لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيهتم بكل ملفات تطوير المنظومات في مصر واللي منها الملف الرياضي وزي ما شايفين استضافة مصر الأكتر من حدث رياضي الفترة الأخيرة كمان في مدينة رياضية أولمبية اللي بتتعامل لدعم المجال الرياضي في مصر وستقبال بطولات الدولية والفعاليات المهمة طول ما احنا بنشتغل وعندنا خطة شغالين عليها وهدف هنوصله بإذن الله خلصت مناورتنا خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكو حلقتنا استنون أرجعنا لكم مرة تانية ولسا مكملين معاكو حلقتنا وصلنا دلوقتي معاكو لفقرة الستوديو التحليلي الستات في الكورة أحداث كتير بيعشها فريق كورة القدم للنادي الأهلي في الفترة الأخيرة فبعيد عن الدوري اللي فاس فيه مبارح وخدت تلات نقط من نادي فاركو والأهلي بيستعد المواجهات في الكاس وبطولة أفريقيا ده غير كاس العالم للأندية اللي دخل في خريطة البطولات اللي هيشارك فيها الأهلي الفترة اللي جاية كلام كتير وتفاصيل أكتر هنتكلم فيها مع ضفنا اللي منورنا في الستوديو النهاردة التحليلي الكابتن أحمد عيد النجم الأهلي السابق بنرحب بيك يا كابتن منورنا بنورك وسعيد أن أنا موجود معاكو النهاردة أكيد حمد الله على سلامتك الأول عرفنا أن أنت كان عندك عملية مشكلة بسيطة كده بس الحمد لله يعني من هو أنا بلعب كده كان عندي زي عظمة زيادة كده ما كانش فيه وقت كافي أن أنا قدر أخذ الخطوة دي لأنه يبتأخذ وقت يعني بعد العملية لكن الحمد لله دلوقتي أنا دمين الحمد لله الحمد لله على سلامتك نبدأ من ماتش مبارح الأهلي وفارقه شايف الماتش كان عامل إزاي كانت أكيد مباراة مسيرة وخصوصاً نادي الأهلي دايماً لما يتعرض لمواقف صعبة بيروح للتلاتة بنت ويمكن كل محبين نادي الأهلي أو كل جماهير نادي الأهلي عندنا ثقة كبيرة جداً في اللعيبة وملكة التسعين ملكة التسعين دي حاجة مش جديدة على نادي الأهلي يمكن أي مباراة تخلص مع صفارة الحكم ممكن أنا تربيت داخل النادي الأهلي وعيشت شوية في الجيل الزهبي للنادي الأهلي وإننا بنلعب لحد صفارة الحكم ممكن حد بيقول لبنلعب لحد دي سعين لا أحنا بنلعب لحد صفارة الحكم ودي حاجة مش جديدة على نادي الأهلي في مواقف كتير جداً وكبيرة جداً وبطولات كتير جداً النادي الأهلي بيلعب لحد صفارة لحد الديئة تلاقي النادي الأهلي في الديئة الستة وتسعين في الديئة تمانية وتسعين بيقدر ان هو يحاق المكسب ودي روح الفانيلا اكيد انا صح صح كولر غير التشكيل المرة التالتة مبارح رأيك ايه في تغيير التشكيل اللي بيلعب به كولر وتشكيله في اخر مباراة اللي هي كانت مبارح من بداية المباراة انا بشوف كتر التغيير في التشكيل او كتر التغيير في القوام الاساسي حتى اللي بيبدأ به او وضع لاعب في المكان مش مكانه ده هي اثر على الأداء الجماعي لشكل التيم ممكن نلم اثر على مدار المباراتين اللي فات يمكن مستر كولر فا اول ست مبارات كان بسبب التشكيل بشكل كبير جدا وكان بيلعب بالفرود الصريح اللي هو رقم تسعة سواء محمد شريف حسام حسن شادي حسين لكن بنشوف مبارات مبارح يمكن الاهل يتعرض لصعوبات شوية في المباراة لان انت ما بتلعبش بفرود صريح ان هو قدر يترجم لك الهجمات كان بيلعب بدون فرود صريح او بيلعب ببرونو سابيو بيلعب به زي فرود وهمي بيلعب ثلاثة فلات قدام لكن اكيد هتواجه صعوبات لكن كتر التغيير في التشكيل ده هيواجهك صعوبات على المستوى الجماعي وده يمكن ظهر في المباراتين الاخرى ان النادي الاهلي او حقق مكسب او المباراة اللي فاتت كان حقق التعادل لكن اكيد هتواجه صعوبات طول ما انت بتغير في التشكيل كمدير فني اكيد هتواجه صعوبات في المباراة لكن طول ما انت مسبب التشكيل بتلاعب كله بلاعب في مركزه المباراة تسهل عليك بشكل كبير جدا وخصوصا مع النادي الاهلي زي ما بتكلم دايما عن لعيبة النادي الأهلي أو قدة لبس النادي الأهلي هي فيها من كلهم مقاومات البطولة وده اللي بيحاول لعيبة النادي الأهلي اللي هو التارجت حتى لو إحنا أداء ما موصلش للمية في المية أو فيه لعيبة كتير مش في فورمتها أو فيه بعض العقبات في المباراة ممكن تلاقي فريق بيدافع بشكل كبير جدا ومقفل لك مساحات لكن هنا لعيبة النادي الأهلي بالروح والعزيمة بتروح لحتة التلاتة بونت أما حاجة نحقق التلاتة بونت مش هيبفر معنا الأداء على قد ما نحن نحقق التلاتة بونت لأن ده الهدف اللي إحنا بنبعزينه من المباراة في الآخر هو التلاتة بونت اللي بيقربونا حتى من بطولة الدورة كابتن حضرتك مع ده مع أنه التلاتة بونت أيا كان الأداء؟ في بعض الأوقات في مجريات الأمور أو ممكن الظروف اللي بتعرض لها الجهاز الفني أو بعض العيبة أو ممكن يبقى عند المدير الفني غيابات أو ممكن يبقى عنده قناعات شخصية أنه عايز يجرب لعيبة في أماكن تانية فأنت هنا بتروح لحيطة أن لعيبة ما تاخدش منها الماء في الماء بتاعتك ممكن لعيبة مش فرمتها ممكن ما يبقاش يومك لكن الهدف اللي في الآخر أن أنت مهم تحقق التلاتة بونت يمكن بتختلف مع أي فريق تاني لو مش بيلعب على البطولة ممكن يتعادل أكتر مباراة ممكن يخسر أكتر مباراة لكن البونت مع النادي الأهلي في بطولة الدورة أو أي بطولة بيشارك فيها دي أكيد هتفرمها بشكل كبير جداً لأنه هو كل بنتي بتحسب عليك وخصوصاً داخل نادي الأهلي أنت على طول مطالب بالمكسب جماهير النادي الأهلي أو على مدر العصور كل اللعب في النادي الأهلي هو رفع سقفة موح الجماهير جماهير أن المطالبين لما يخش أي بطولة بنحققها ممكن ده حصل حصل معي أنا في بطولة 2007 عندما خسرنا الفاينال أمام النجم الساحلي في هذا الفترة دي كنا ادخلنا في سبع بطولات حققنا ست بطولات فلما خسرنا البطولة دي في النهائي بطولة أفريكيا لقنا كابتن حسن حمدي وكابتن خطيب بيحزبونا على البطولة كأنك مخدتش أي حاجة عارف دي فكرني التصريح موسماني لما قال أنه في النادي الأهلي ببقى عامل كل حاجة واخد كل البطولات ولو خسرت ماتش واحد بس الجمهور البطولة اللي مع مستر موسماني يمكن بعد محقانة تسعة بطولة أفريكيا الناس بتطلبه بالعشرة بس في حاجة برضو هند ردا على كلامك يعني أنا كواحدة من جمهور من جماهير النادي الأهلي أنا بطمح دايما أكتر في يعني أنا زعلانة من فريق الأهلي يعني حاسة أن لا يا جماعة مش لازم في آخر تسعين دقيقة إحنا نقدر نجيب أحسن نقدر نعمل أحسن مش لازم في الديها الأخيرة مش لازم بتشجيع الجمهور قوي نعض مش لازم نبقى عدين على أعصابها بحس أن إحنا نقدر من الأول نعمل يعني أنا مثل ماتش فيوتش بالزبت لو كانت الدنيا من بدري من بدري نقدر والله نقدر نعمل ده فأنا ببقى واحدة من الجمهور لأ عايزة عايزة من الأول مش عايزة عوض على أعصابي لغاية الآخر بحس الجمهور بهتافه هو اللي بيحرك اللعيبة هو اللي بيجيب اللعيبة بالضبط أنا بالنسبة لنا الجمهور رقم واحد يعني هو رقم واحد قبل حتى الفرقة لأنه هو بيبدأ المساند وده يحسب لجمهار النادلال إنها بتفضل مساند في الحلوة والمرة معاك وده بيبان حتى قبل كده لما خسرنا خمسة من سانداونز مفيش جمهور في العالم هتليه بيشجع فريق وهو قسران خمسة من سانداونز فيرجع البطولة اللي بعدها نكسب سانداونز في الأدوار ونعدي من سانداونز وناخد بطولة أفريقيا فده أكبر رد فهنا اللي حضرتك بتتكلمي فيه إن لا اللعيبة وعلى مدار تاريخ النادي الأهلي والأجال داخل النادي رفعت ساقف تموح الجماهير يعني أنا مش عايزة أعود لحد آخر دي أنا عايزة أكسب على طول هاeducوني هنا دي مسؤولية على اللعيبة دا اللي انا بكالية داي مسؤولية على اي حد يلبت الشيرت النادي الأهله إن انت مطالب على طول المكسب يمكن انتبقية تلعب في فريق يمكن التي تعادي عادي ويتخسر عادي ويمكن أنا جاربتي حتى بعد ما مشيت من نادي الأهلي إن فيه الله يمكن تخسر عادي أو تتعادي عادي لأ أنا مش متعودة على كده نادي الأهل ما حققني يعني حطتت لي تارجت وده كان باين حتى في اللايحة بتاعة المباريات إن أنت بتحقق عشرة بونت من 12 بونت لو هتحسبيهم هتلاقيهم ثلاثة مكسب واحد تعيد فالأربع مباريات كنا بناخد حتى مكافئات كل أربع مباريات لو جبنا تسعة بونت ما ناخد شوال مكافئة يعني كسبنا ثلاث مباريات واخسرنا مباراة ما ناخد شوال مكافئة من مكافئات كلها لكن نحق العشرة بونت وده يمكن حتى الفترة اللي احنا كنا موجدين فيها كنا بنحسم الدوري قبلها بسبع أسابيع يعني بواحد وعشرين بونت كنا بنحسم الدوري الثاني لي مع النادي الأهلي حسمنا الدوري قبلها بخمس أسابيع فكتل عشان كده هنا أنا بشوف الجيل اللي أنا كنت منتمنى كان من أفضل الأجيال في تاريخ النادي أكيد ده حقيقي ده كان من أفضل الأجيال في النادي الأهلي وفي المنتخب يعني بصراحة كان جيل لا يعود كان الكامل أساسي لمنتخب مصر وهو من نادي الأهل ابتريكا بركات متعب شوقي حسن مصطفى شدي محمد ومعه حفظ الألقاب لا حضري لا كنا 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 مجموعة كبيرة جدا كابتن إسلام الشواطر يعني مجموعة كبيرة جدا كلنا كنا يعني مقدرين كانت في العيب وحش كنت عرفة كده وكانت في العيب بينزل الملعب بيبقى وحش طبعاً وكانت في العيب الحالي لهم كل الإحترام ولكن أنا بالنسبة لي أرى أنه لا يوجد مقارنة بين العيب تكورة دلوقتي وقبل كده بكل أمانة لا، لأن كان هناك تنافسية فيه من نفسه لأن المكان الذي أنا كنت موجود فيه كابتن إسلام الشواطر وأحمد فتحي وأحمد صديق وساعات كانت بالعب بركات كنا كنا خمسة ناحية المينة ناحية الثانية كانت شديد وجل برت وأحمد السيد وبعد كنا جيس سيد معوض لو واحد فيك ورايح يوم خلاص اختفت لذلك لذلك هنا أذهب إلى المنافسة كان أي حد كان مستر مانو الجزيل لما بيلعب بأي حد ما تحسيش أنه فيه فرق في الأداء الأداء ثابت والأداء ماشي على الناس كلها بنفس الوتيرة واحدة فعشان كده هنا مهم جداً على أي حد حتى بقول موجود داخل قيمة النادي الأهلي هو ليه دور ودور بشكل كبير جداً وديه فعلاً وعنده مسؤولية كبيرة فعلاً رأيك أي كابتن في موضوع تدوير التدوير والروتيشن اللي بيحصل من كولر هل ده مفيد إن هم يقدروا يكملوا ويقوموا بالبطولات ولا شايفوا زيه؟ أكيد مهم حتة التدويري بس التوقيت يعني التوقيت المناسب في المباريات المناسبة يمكن أنا مش هينفع إن أنا عمل تدوير مثلاً في مبارات زمالك ومبارات إسماعيلي في مبارات أمبي في المبارات الكبيرة حتة إن أنا عايز أجرب يمكن راجل وهنا الراجل أنا بقول لسه عيبقى ملم بالأمور بشكل كبير جداً إن أنت ما تقدريش تحكمي على الراجل من أول خمس ستة مباريات أنت لازم وهنا ده اللي بتديله أريحا بشكل كبير جداً ومجلس دارتنا دي الأهل مش حطه تحت الاسترس أو الضغط لأ هو بيطلبه بالبطولة بس خد بلك هو لو ما عملش الروتيشن دلوقت هعملو إمتى هعملو في كاس العالم الأندية ومش هيفهم برضو هو محتاج يفهم برضو الإمكانيات كلها ويجرب هو ده اللي أنا كلمتي فيه إن الراجل عمل روتشن وبيجرب بعض العيبة يمكن الناس استغرابوا بشكل كبير جداً دلوقتي الواتي الواتي مناسب ومحمد شريف قاعد احتوادي وحسام حسن قاعد احتوادي وفيش فروت لأهل بلعب من غير فروت لا هو بيجرب برونو ساويو في مكان دي مش عدم قناعات بالناس اللي برق أو اللي مش موجودة بس هو بيعتمد على بشكل كبير بس هو من وجهة نظره إنشاف الدين مباراة المناسبة لأنا ممكن أجرب فيها رقم تسعة والفروت برونو ساويو نلعب بفروت واهم ما ألعب من غير فروت هنا التوقيت كان مهم جداً لكن الراجل لسا بيستشف الأمور لسا بيستشف الأمور داخلنا دي مقدرش يوصل إن المية في المية أي لعيب أفشى أي حد موجود إن دي المية في المية بتاع تقول لسا موصل لهاش فهيجربه في أكتر من مركز بحيث إنه الفترة اللي جاية داخل على كاس عالم الأندية داخل على بتوط أفريقيا بشكل كبير جداً مجموعاتنا صعبة جداً لكن النادي الأهلي باللعيبة الموجودة بلنا بتفائل بشكل كبير جداً مع مستر كولر إن إحنا نعدي كل ذا إن شاء الله إن شاء الله إنت شايف إن هو حقق مستر كولر حقق المطلوب منه لحد دلوقتي والمنتظر من جماهير النادي الأهلي لا مع تحقيق البطولة أقدر أجاب حضرتك لازم مع تحقيق البطولة مش مباراة أو مبارتين أو حتى عشر مبادات اللي هيكيوم الراجل على قدم زي ما يقول لحضريك إن مجلس دارة النادي الأهلي هيحسب على البطولة هيتحسب على البطولة وراجل أكيد ملم بكل الكلام ده وموفر لكل سبل إمكانيات تحقيق البطولة عشان بعد ما يخلص البطولة هيتحسب خطها أو ما خطهاش لكن الرجل مش هتحسب بالقطعة مش هيلعب كل مباراة يقول له أنت قديت وحش أو ما قديتش وحش أو مفروض تلعب فلان لا يوجد تدخل خلص حتى في قرارات الجهاز الفني من مجلس دارة يديني كل الأريحية عشان يتحسب في الآخر على البطولة ودي ممكن أجواء اللي بتبقى داخل نادي أهلي غير ما احترام لأي نادي في مصر دي الأجواء اللي داخل نادي الأهلي عشان كده بنلاقي بطولة في الآخر من الجهاز الفني مع قناعات لأن المجلس دارة هو اللي بيجيب الجهاز الفني هو اللي بيجيب المديري فني فعلى قناعات شكل كبير جدا أن الراجل ده يقدر يحقق البطولة ويحقق المكسب وبيوفر لكل سبب الإمكانات البطولة عشان كده الحساب بيبقى في الآخر مش دلوقتي فلسة كابتن بما أن حضرتك كنت لعيبك ورعي سألك سؤال هل أنت معا ولا ضد أنه مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأهلي وفيوتشر يطلع يقول أنا ما كنتش عارف أنه أفشا هيلعب ضربة يعني التصريح اللي قاله على أفشا والغرامة اللي بعدها اللي تم توقعها على أفشا اللي هي مش بسبب ماتش فيوتشر برضو خلينا نوضح لحضراتكو الغرامة كانت بسبب أنه أفشا نزل حاجات على إنستجرام وهو ممنوع أنه أي حد من اللي عيبة يعمل ده فاتغرم بسبب ده خلينا نرجع هل أنت معا ولا ضد أن المدير الفني يطلع للإعلام ويكون شفاف لهذه الدرجة دي جرأة من الراجل دي جرأة من الراجل وأنا بشوف أن الراجل يتعامل بشكل كبير جدا ده اللي أنا كنت مستنيه في منه المجراب بتاعتمبارها إن كان ممكن أي مدير فني يربط العقوبة بأداء اللاعب أو بمشاركة اللاعب ما يخلوهش شاركة طبعاً في مدير فني أنا عملت مع حوالي 12-13 مدربين كبار ممكن يربط العقوبة أنت ما سمعتش الكرام أنت أنا قلت فلان يشوت ضربة الجزاء أو ما يشوتش وفي ساعتها ممكن في ساعتها الناس لمت على مستر كورورة تبلاه هو أنت حاطت حد يشوت أو حاطت الترتيب التسلسل التدريب أفشم التسلسل الشوت أفشم مش فيهم فممكن في ساعتها أي مدير فني يقول له لا أنت ما تشوتش لا مش هخش معه في نقاش في وقت المباراة فأنت شايفها جرأة من قوة شخصية منه هي جرأة من قوة شخصية من قوة شخصية والرجل تلع ما جرحش أيوة أيوة صحيح ما جرحش في المؤتمر الصحفي أنا أنا بعد حمي كنت حتى بعد المباراة قلت الراجل ذاكي جداً وقوي الشخصية مش قوة الشخصية أنه نأخذ أكشن على الهواء أنا قوة الشخصية في رد فعلي برا أنه حتى بحمي اللاعب لأنه عنده رصيد برضو يعني أكيد أفشم اللاعب الأساسية وملعبها الكبيرة جداً بس فيه بتبقى فيها هفوات من اللاعب ممكن الحتة الحامية اللي عندي أفش أنا عايزة كسب الفرق أنا عايزة بقى أنا الجون ده هيفوقني لو أنا حتى مش فوق في المباراة الجون ده مسلاً هيفوقني فبتبقى حسابات شخصية بتاعتنا قناعات شخصية بتاعتنا كلاعب في التوقيت بيبقى الوقت جزء من الثانية القرار جزء من الثانية خلينا بقى نروح للثنائيات إحنا عندنا ياسر إبراهيم ومتولي عايزة تقول لي رأيك في الثنائيات الموجودة في النادي الأهلي فترة أخيرة؟ أكيد بياسر ومتولي ما يميزهم الفترة الأخيرة هو سباة المستوى يعني سباة المستوى وأنا بشوف إن ده من المراكز المهمة داخل نادي الأهلي اللي محتاج بإزابة فيه كيميا بين الاتنين اللاعب لا أداء ياسر مع أداء متولي يمكن إحنا بلغة الكرة بنتكلم أن في السردباكين مهم يبقى فيه واحد لعيب كرة وواحد بيخبط يخبط في العالي لكن الاتنين هيبقوا بيخبطوا هتبقى فيها مشاكل صح الاتنين هيبقى لعيبة كرة هتبقى فيها مشاكل لكن الكيميا اللي بينهم إن فيه واحد بيخبط واخد العالي ومتولي بيلم مثلا من وراء ياسر أو حاجة لأن متولي بكرة بتطلع صح دايما ياسر في الكرة السابتة بيبقى ليه وبيقدر يحرز أهداف منها بيبقى ليه إيجابيات أو بيبقى ليه إضافة هتلاقي في الكرة السابتة متولي واقف وياسر هو اللي بيطلع في الكرة السابتة فلا أنا شايف إن هو أنا حتى من أميز الاتنين القلب الدفاع على مستوى مصر وأتوقع إنهم يبقى ليهم دور حتى مع المنتخب ياسر ومتولي خط وسط الملعب هل تفضل صليا وحمدي فاتحي أو ديانج وصليا؟ هيا هنا فيها حيرة بشكل هيا هنا لا هم فيش غنى عن حمدي ممكن ستة ارتكاز حمدي حسب برضو حتياجات المباراة حسن أنت هتلاعب مين؟ حسن أنت هتلاعب مين؟ والأهلي الملعب ما يستحملش للثلاثة للثلاثة يمكن دي هيأسر حتى على الناس اللي قدام يمكن أن أرى الطريقة المناسبة والتي فادت الندر أهلي بشكل كبير جدا هي 4-2-3-1 الطريقة المعتادة وحتى تناسب القماشة الموجودة أو تناسب اللعيبة الموجودة أحسن طريقة 4-2-3-1 لذلك يجب أن يكون اتنين ارتكاز ونصف الملعب هو حمدي الأساس وممكن السولية أو ممكن أليود يونج نروح بقى قرعة دوري أبطال أفريقيا رأيك إيه في المجموعة للأهلي وقع معاها؟ سانداونز والهلال والأوتن سانداونز والهلال والأوتن الكاميرون ونتشاف أن هذه مجموعة صعبة وليس سهلة وقصوصاً هتلاقي الفرقة دي لعبت نهائيات قبل كده سانداونز والأوتن الكاميروني 2008 لعبناهم في النهائي الهلال برضو فريق مش سهل بيوصل أدوار الأربعة ويوصل أدوار الثمانية لكن مباريات صعبة أكيد بشكل كبير لكن هنا هو النادي الأهلي النادي الأهلي في المواقف الصعبة بيبان لعيبة النادي الأهلي بيتبان في المواقف الصعبة أو في البطولات الكبيرة فده عشان كده كلنا كنا يعني مش فارق معنا بشكل كبير حتة مين في المجموعة لقد ما فارق أن اللعيبة تبقى في أحسن حالتها لغيابات الموجودة بره ترجع تبقى إضافة لسكواد كله الموجود فده أهم حاجة وده وصل أكيد للعيبة طبعاً مع كابتن سايد عبد الحفيز بيبقى ملم بكل الأمور دي وتوفير الأجواء حتى خارج مصر في المباريات دي من ناحية الإقامة من ناحية التدريب من ناحية التركيز حد داخل قط اللبس كابتن سايد بيبقى على طول السبط على العيبة طبعاً طبعاً وخصوصاً داخل النادي الأهلي يعني أنا عشت داخل النادي الأهلي وبيمارس بطولات كبيرة وبطولات مجمعة لا الموضوع صعب بيوهدك بشكل كبير جداً وضغطات كبيرة على اللعيبة أكيد وعالجهازة إن شاء الله شايف الأهلي قادر أنه يتوج بطولة أفريقيا ويأخذ لقب 11 أكيد أكيد كلنا عندنا أمل في كده محتاج حاجة شايف نقصوا حاجة لا محتاج أن في بعض اللعيبة اللي مؤثرة مع النادي يبقى يبقى النظر على البطولة النظر على البطولة قدت اللبس التقفل على نفسها بشكل أكبر من كده وهم جربوا الموضوع ده بشكل كبير بقيادة طبعاً محمد شناوي وبعض اللعيبة الكبيرة أيمن أشرف والسولية وكل اللعيبة مش هزنسى حد لا مهم إن قدت اللبس تبقى مقفولة عليكو وعدم الإنسياق للتصريحات طول فترة البطولة ده بيفرق بشكل كبير جداً زي ما إحنا شايفين السوشيال ميديا بقيت حاجة صعبة جداً والنادي الأهلي بتحارب بتحارب من ناحية السوشيال ميديا فهنا خلاص اللعيبة بي عندها دراية كاملة بالأمور دي فمهم جداً أنت اللعيبة تقفل على نفسها ندري على شماعتنا شوية ندري على شماعتنا شوية ندري على شماعتنا شوية أنت السوشيال ميديا في الآخر هي حاجة مهمة حضرتك كلاعب كرة قدم بتنصح اللعيبة بإيه؟ إزاي يستفيدوا من السوشيال ميديا من غير ما يبقى هو وهو في الملعب عمل يدور على اللقطة والله هتطلعوا تريند النهاردة فهمني؟ في لعبة معينة نفسي قول أسامي زي زي ما حضرتك قلت في التصريح إيه إيه اللي أضرب أفشا؟ إنه هو طلع أول صرح كتب وقت بلقى أنا طلعت ما كتبتش ما كنتش هتتغرب مش هتعرض لعقوبة ولا هتتغرب هنا أنا قافل على نفسي قافل على تصريحاتي حتى لو جواي حاجة مش هتطلع على صفحيتي بس هنا والله أنا بشوف عقوبة كابتن محمود الخطيب يعني هي حماية الأفشا يعني لو كان جمهور الأهلي يعني أفش على أفشا كانت ستبقى وحشة يعني العقوبة دي أعتقد أنها حماية الأفشا إنه هو حضر العقوبة وخلاص نفس اللي حصل مع كهرباء قبل كده نفس اللي حصل مع كهرباء يعني ما يولمش مجلس دارة النادي أهلي إن أنا طلعت للإعلام صدرت إن أفشا تخصم منه مثلا متين ألف أو مئة ألف أو كهرباء تخصم منه خمسين ألف لا ده ده الرد فعل طبيعي لأن ممكن يبقى حاجة من مجلس الإدارة تنبيه تنبيه لأفشا وفي نفس اللي حضر قلتي أنا هنا مش عشان أنا بحمي اللعيب فمطلعش إن أنا أصدر للناس إنه لا يتخصم لأ أنا بقول إنه أتخصم منه هتلاقي المباراة اللي بعدها إنه أشارك في المباراة شوف يا كابتن في النهاية موضوع الغرامات والخصومات والحاجات دايماً بيبقى فيه كواليس لكن الأكيد إنه ودي حاجة نواثقة فيها متين في المياه وكيد حضرتك عريفة أن النادي الأهل لا يأخذ قرار زي دا إذا كان فيه حاجة حتى لو ما طلعتش للجمهور ما طلعتش للعلان عشان هو ده الصح إن مش كل حاجة تطلع بره كابتن حضرتك شرفتنا ونورتنا إن شاء الله مش تبقى آخر بره تبقى موجود فيها معنا ونشكرك على وجودك معنا النهاردة أنا اللي كتسعيدة أنا موجود مع حضرتكو النهاردة وأتمنى أنك تتباه حلقة جيدة على السيدة شرفتنا نروح فاصل نطلع فاصل سريع خلطت فقرتنا نطلع فاصل سريع ونرجع تاني نكمل بقية حلقتنا ورجعنا لكم مرة تانية ودلوات وصلنا معاكم لفقرة 2 على واحد دلوقتي جي وقت مفاجئتنا معنا ومنورنا واحد من نجوم وكبات فريق تنس الطولة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر قاد منتخبنا الوطني في بطولة العالم الأخيرة واللي بسببها قدرنا أن احنا نكون من أهم 16 منتخب على مستوى العالم نجمينا النهاردة لعب في دوريات أوروبية مختلفة تركيا، بلجيكا، إيطاليا وأسبانيا سجل اسمه بأحرف من دهب في تاريخ اللعبة شارك في بطولتين عالم للناشئين وتمن بطولات عالم الكبار وتلت بطولات كاس عالم لقارات وحصل على وسام الرياضة من الدرجة الأولى أما مع الأهلي حقق كل البطولات سواء دوري كاس أفريقيا معجون بحب الأهلي عارف ومقدر معنا اللعبة بالفلنة الحمرة عاشق من عشاء الشياطين الحمرة هنتكلم معايا عن تفاصيل كتير جدا عن مشواره وحياته جوه وبرى الملعب لكن تعالوا نشوف مين معنا النهاردة ونركعتين زي ما شوفنا مشرفنا النهاردة الكابتن محمد البالي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر للتنس التولى أهلا بك يا كابتن وفي البداية بمبركلك على تجديدك مع النادي الأهلي وعايزين نعرف خد منك وقت التجديد ولا كالعادة يعني كل اللي بيجدده مع النادي الأهلي ما بيقضوش أي وقت فيه سيطرة ربنا أخليك بشكور كل أول على المقدمة الجميل الجميلة والكلام الجميل ده وببركلك على البرنامج الجديد ومبسوط اللي أنا في قناة النادي الأهلي أنا عايزة هدوء أجدما يبطوش واسم البرنامج عجبني جدا بصراحة الحريفة ده أخذت بالك من اسم الفقرة؟ هو اسم الفقرة طبعا يعني اتنين على واحد اتنين على واحد ما خوفتك شوية لا لا إن شاء الله خير وبالنسبة للتجديد طبعا الحمد لله يعني ما أخذش وقت يعني كالعادة بقى لعشرين سنة في النادي الأهلي مش فاكر كم تجديد بالزبط بس الحمد لله يعني عايزين نتكلم بقى عن تنس الطاولة إحنا عندنا حوالي ألفين لعب شايف إذا نقدر إن إحنا نزود شعبات الرياضة إزاي نقدر إن إحنا نزود القاعدة الجماهيرية لها وقاعدة اللاعبين كمان؟ أتمنى والله أنا قبل كده أتكلمت في الموضوع ده أعتقد ممكن وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية مع الاتحاد المصري يقدر إحنا نرجع اللعبة تاني للشوارع وممكن تبقى في المدارس وفي مراكز الشباب يعني أنا طلعت من كده أنا طلعت من الشارع فأتمنى من الناس المسؤولين يعني اللي هم يرجعوا اللعبة تاني واللعبة كانت جماهيرية في فترة من الفترات أتمنى اللي هي ترجع تاني تبقى جماهيرية عندنا يعني بطولة الأندالة العربية لبسات الكرة إن شاء الله من 25 ديسمبر اللوحة 30 ديسمبر أتمنى إن شاء الله اللي الجماهير نفس الجماهير تيجي زي ما بتروح الهندبول والفولي والباسكت أتمنى اللي هي تدعمنا فاللعبة يعني زي ما أنا قلت لك اللي هي عايزة تبقى من المسؤولين يبقى فيه اهتمام أكبر في المدارس وفي مراكز الشباب وترجع الشوارع تانية اختفت بقى لها فترة كبيرة جداً فده اللي هيخلي فيه اللعبة كتير جداً زي ما الصين بتعمل بس طبعاً مع فرق الإمكانيات الصين بيبقى عندهم مدارس نحن روحنا مع أسكرات كتير زمان في السنين الفاتتة هم عندهم مدارس ببقى اللعبة دي بتروح بس تعيش في مدارس بتدرس بس تنس طولة بتلعب تنس طولة حياتهم شغلون بتبقى تنس طولة بس يعني ما بشوفوش أهلي يوم ببقى فيه شغلة أعتاقد ولا فيه تعليم ولا فيه الكلام ده فعشان كده هم فرقين جداً وبقى اللعبة الأولى الشعباء الأولى في الصين تنس طولة فعشان كده هم مميزين جداً ده نوع من أنوال الاستثمار الرياضي وتاخذي رياضة تعرفي أن مثلاً أنت عندك في بلدك الرياضة دي عندك ناس كتير شطرة فيها فتاخذي فتعملي اللي محمد بيقوله عليه ده فده بيدر هي رياضة الشعبية هي رياضة الشعبية اللي في الصين الأولى فهم عشان كده متطورين مميزين جداً وعندهم إمكانيات رهيبة يعني فحنا عشان نقرب شوية لازم الحاجات اللي أنا قلتها دي إن شاء الله تحصل ويمكن كمان فترات التدريب هم هناك فترات التدريب بتاعتهم مختلفة تماماً عننا طبعاً بتمرنه كتير إحنا كنا زمان كنا بدروح كنا بتمرن تسعة ساعات يومياً يعني ثلاث فترات أوف ثلاث فترات أه متمرن فترة الصبح وفترة بعد الظهر وفترة بالليل أه احنا هنا بتمرن فترتين ونبقى كده أه بالزبط فأنا عشان كي أقولك هم متفرغين تفرغ تام لتنس طولة وحنا عندنا هنا في ناس ساعات بتشتغل وطبعاً يعني كنا بندرس وحاجات كتير غير تنس الطولة فهم يعني هم مركزين بس في تنس طولة فعشان كده هم مميزين جداً يعني بطولة العالم الأخيرة المنتخب كنت كابتن منتخب كنت صعبة جداً عليك طبعاً يعني كنت أول مرة يعني شاركت قبل كده في بطولات عالم كتير كان يوسف وشوما نشادي كان أول مرة شاركوا في السنة كنت أول مرة بقى كابتن فريق في غياب طبعاً كابتن أحمد صالح وكابتن سيد لاشين بطل دوري وعمر عصر برضو مشاركش فالحمد الله يعني اللي احنا كلنا كنا على قد المسئولية كنت على طول بكلم اللعيبة بحفزهم دايماً بحمسهم والحمد الله عملنا يعني دخلنا دروس 16 أول مرة في تاريخ مصر لنقدر يعني نعمل الإنجاز ده يعني الحمد لله وانت في المنتخب وانت كابتن المنتخب هل قبلك موقف معين مثلاً فكروا مع اللعيبة وانت شخصية القائد مختلفة عن لو انت لاعب فقط احكيلي عن الفرق بين الاتنين دولا لو في موقف معين فكروا مع حد من اللعيبة الموقف اللي انا فكره اللي احنا كنا قبل ما نسافر خالص قبل البطولة كان الموضوع صعب جداً علينا زي ما بيقولك يعني غياب عمر عصر وكابتن أحمد صالح وخالد عصر فالفرقة برضو ما كانتش كاملة فما كناش عارفين المجموعة اللي لعبهم مين فاول ما روحنا لقينا المجموعة كانت كوريا وتشيك والسعودية وكندا فاتكلمت مع اللعيبة اللي دي فرصة شايف اللي احنا نقدر اللي احنا نعدم المجموعة ونسطر التاريخ يعني لينا كلعيبة اللي احنا نقدر ندخل دور الستاشر والكلام ده ودي من دمن الحاجات اللي احنا طموحنا ما كانش ابعت حاجة فعشان كده وصلنا للموضوع دور الستاشر وخسرنا يعني ما كانش فيه كفاية ما كناش مصدقين شوية اللي احنا ممكن كنا نبعد ونقدر نكسب هونج كونج فان شاء الله الفترة الجاية نقدر نعمل كده دي الحاجة الوحيدة اللي انا قدرت اول ما عرفنا المجموعة انا وكابتن ماجد عشور وكابتن عبد مصلحي واللعيبة اتكلمنا فيها والحمد لله اللي احنا قدرنا اللي احنا نقدر نعمل اللي احنا كنا عايزين نعمله لكن ما فيش لعيب جاء لك لا انا مثلا مش عايزة لعب انا خوفت انا من الحاجات الموقف المعينة الاسترس اللي بيبقى على اللعيبة ده لا بالعكس والله كان يوسف وكان شومن وشادي زي ما بقولك كان على قد المسئولية والحمد لله انا كنت معهم وكان كابتن ماجد وكابتن عماد وكانوا على طول بيتكلموا معنا وكابتن احمد ريدا كان كان رئيس البعثة وانت فعلا ذكرت قلتي حاجة مهمة جدا في لعبتنا اعتقدت في كل لعب موضوع الضغط ده اصعب حاجة في لعبتنا موضوع الضغط فقدرنا الحمد لله بالكلام الكتير قدرنا بالضبط ان اتخطت الموضوع ده كلنا يمكن شفنا لحققه ولعبنا عمر عصر فده مخلي عندنا امل في بالضبط عشرين اربعة عشرين في باريس طبعا يعني عمر اسطورة قدر اللي هو حقق في توكيو مركز خامس ده بالنسبة لنا ما كانش انجاز ده كان اعجاز اللي هو قدر اللي هو حقق الموضوع ده يعني كان كابا كوسانا او قدنان اللي هو من تحقيق الماديليا لو ما كانش قابل مالونج اللي هو بطل عالم في الصين ده حد يعني عمل زي ميسي كده لو ما كانش قابله كان ممكن قدر اللي هو حقق ماداليا نتمنى ان شاء الله اللي احنا في باريس اللي احنا نقدر نحقق اكتر من كده ان شاء الله الناس كتير بتفكر يعني اذا عايز اعرف انت بتعمل ايه جنب التنس يعني انت بتشتغل بتعمل حاجة تانية او لا 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 مش بشتغل ومبسوط اللي انا متفرغ بس التنس الطورة زي ما كنت بحكيلك دلوقت اللي انا بحاول على قد ما قدر انا اقرب شوية من اللعيبة اللي بره فعشان كده الحمدلله اللي تلاقيه التفرغ ده هو اللي محقق لك يمكن ده طبعا اه يعني وانا مبسوط بيه مبسوط بشغلي يعني حبه ومبسوط اللي انا مش بشتغل اي حاجة غير تنس طول عشان اقدر لانا ان شاء الله اكبر حاجة ممكنة ان شاء الله ان شاء الله هو ده مهم هي الرياضة في العالم كله هي وظيفة واحدة يمكن احنا عندنا شوية في بعض الرياضات بيبقى صعب على اللعب انه هو يمارس الرياضة بس بمحتاج انه يبقى عنده شغل تاني خلينا نرجع لعمر عصر واحد من الموقف الانسانية مع عمر عصر ولي كتب عنك بوست اتكلم عن ده وكان هقولك في نهاية كاس افريقي بالزبط في نجيريا صح كده احكي لنا عن الموقف ده والله انا لعبت مع عمر سيمي فاينال البطولة دي واخسرت من عمر وعمر كان هيلعب قرونة وانا لفترة دي دي كنت تعبان شوية فاعمر اه طلب مني اللي انا بالزبط اسخل معايا واتكلم معايا ممكن نقرأ الكلمة اللي قالها في حقك دي احقاقا للحق وكلمة ولازم اقولها كل كلمات الشكر مش هتبقى كفاية لمحمد وزي ما بحب اقوله بيبو الراجل بعد بطولة الزوجي مرضيش ينزل مصر علشان يبقى معايا ويساعدني بينزل يسخل معايا ويتمرر معايا في الوقت المباريات فيه مش مزاعة وكان صعب حد يعرف نتيجة المباريات بيبو كان بيبلغ فريق العمل معايا نتائج البعثة كاملة لحظة بلحظة علشان الصورة توصل كاملة في مصر ليك في المداليا اكتر مالية يا صاحبي البطولة دي كانت بحر متوسط بس يا الصورة كانت كاس أفراكيا يعني احنا المرتين كنا مع بعض كاس أفراكيا أنا خسرت منه السيم الفاينال وفي الفاينال برضو قبلها كنت بسخم معاه وفي البحر متوسط بعد ما خسرنا مدالية الفرق هو يعني أخذ مداليا في فارد الحمد لله وأنا كنت موجود معاه وكنت برضو بسخم معاه برضو كل يوم وكنت على طول بكلمه وكده عشان برضو يعني مداليا المصر بيبقى مداليا لنا كلنا احكي لي الموقف بتاع مصر انت كنت بتحكيه قبل ما البوست ينزل بالضبط أنا كنت عبان شوية كنت خلصت بطولة الفرق أنا وكابتان أحمد صالح وكننا عاديم مع عمر فكان خلاص يعني هو الوحيد المكمل في الفردي فدورنا كلنا اللي احنا نسنده نشجعه نحمسه نسخن جنبه لو محتاج أي حاجة والحمد لله اللي هو قدر اللي هو حق الحمد لله مداليا فضية المصري يعني الحمد لله أعتقد أنه الروح اللي بتبقى موجودة بين اللعيبة أهم بكثير من المهارة لأن الروح دي هي اللي بتخليك تكسب وبتخلي اللي مش قادر يقدر عشان اللي جنبه بيديله الدعم الكامل أو الدعم المعين طيب خلينا دلوقتي بقى نروح للمحترفين المحترفين في تنس الطولة إحنا عندنا عدد كبير من المحترفين عايزك تكلمني عن رأيك في موضوع الاحتراف في تنس الطولة فريق معنا جدا 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 يعني لا تتخيلش إزاي لو حتى تتذكري مباراة أدخلكوا شوفوا الكورة بس المغرب أسبانيا إنتي شوفتي سيم بونو مثلا السكة اللي هو فيها هو بلعف في إشبلية كل يوم بيشوف اللعيبة دي أصلا في الدور الأسباني فيش رهبة ففيش خوف عنده سكة في نفسها جدا نفس الكلام أشرف حكيمي كل يوم بيشوف معاه في التمريم ميسي ومبابي ونمار ودمارية فداخل برضو شوف بس سكة دي بقى أنا شرحت لك بس الموقف ده عشان إحنا الحمد لله أنا دلوقتي في الدور الأسباني قبلها كنت في التركي وفي البلجيك وكنت في إيطاليا أنا كل يوم بلعب اللعبة دي فأنا ما عنديش رغبة بالضبط نفس الكلام عمر عصر بالنسبة لنا عمل زي محمد صلاح في لعبتنا بلعب لعبة قوية جدا نفس الكلام مخالد عصر كابتن أحمد صالح محمد شمان يوسف عبد العزيز شادي مجدي فالموضوع مهم جدا وفارق معنا وده بيدينا حاجة كويسة جدا للنادي الأهل ومنتخب مصر طبعا بيديكوا تقل طبعا جدا يعني كل ما بتقبل البابا ده يعني فاهمني فما بيباش بالنزالك بابا انت كل يوم بتتمرن جنبه أو بتلعب معي وده الحتة اللي بقولك علينا برضو لانا متفرغ ليه عشان لو انا بشتغل أو كده تبقى صعب جدا فعشان كده انا متفرغ لتنستالا فقادل لانا يعني اوافق ما بين الاحتراف والنادي والمنتخب والكلام ده خلينا نرجع وراء شوية وبدايتك وانت بدايتك كانت من المنصورة وعايزة أعرف مين كان صاحب الدور الأكبر ومين اللي وقف جنبك وشجعك ووالدي طبعا ووالدي ووالديتي طبعا واخواتي وجدي وجديد الله ارحمه ومخلاني يعني اهلي كله عمتا هم اللي هم الفضل كله بعد ربنا في السبب اللي انا فيه ده وانا ابتديت كورة بالمناسبة في الاول بس الموضوع دخل تنس طولة كله كان نصيب وكده يعني كان عندي في البيت كل ما كنت برجع وطول بتعور وكلام ده وزي ما بقول لك موضوع التراويزة والتراويزات اللي في الشارع هي دي اللي طلعتني عشان كا بقول لك الموضوع ده مهم جدا اللي هو يرجع تاني ونصيب وابتدى بعد كده مواما بقى اللي هي توديني بعد كده ناد المنصورة بقى مكرباص وعارف انت الحاجات اللي في الاول دي افتعبت معاه جدا طبعا نا عزك تحكي التفاصيل دي لان التفاصيل دي مهمة لو في حد بيتفرج ولسه بادئ وحسس انه مستحيل يوصل لا مفيش حاجة مستحيلة اولا الامور دلوقتي لهم دور كبير جدا مع ولادهم اتمنى اللي هم على طول يسندهم ويساعدهم زي ما بقول لك انا لقيت الدور ده على طول من بابا ومن اخواتي ومن ماما ربنا يديهم الصحة بس اهم حاجة وبابا تعبان بموضوع الميا ده فانا عايزك تشربه ميا كثير ربنا يشفيه كده ويعافيه ان شاء الله في حد من اخواتك ليه في الرياضة او انت؟ لا يعني اخواتي كلهم كانوا مهتمين جدا بالدراسة واخوي خريج هندسة والتاني خريج تربية فانا الوحيد اللي بقول لك طلعت يعني نصيب من عند ربنا ده الفيديو ده معنا او ده انا بتمرر مع كابتن محمد صبري كان مدربنا في النادي الاهلي يعني انت وقتك يا كابتن كده كله اليوم تقريبا يبقى ماشي ازاي؟ اتمرن اربع ساعات انا بقى عشان متفرغ اتمرن كل يوم من سبعة لتسعة بالليل معادة الجمعة وبتمرن ساعتين الصبح حد ثلاثة خميس من حدواشر الواحدة ولما بسافر نفس الكلام اوروبا في اسبانيا نفس الكلام انتعرف ان انا عمري ما استلمت كورة؟ انت لازم تلعبي لان ايه كلها سرعة بحتاجة حد سريع وانا عمري ما استلمت كورة صاحبة كل اصحابي بيعرفي لابا لازم تلعبي عندنا البنات في مصر مميزين جدا كلهم مش عايزة اقول اسباق بس عندنا يعني دينا مشرف وهنا جودة وناس كتير جدا ده حقيقي من شعرك؟ اه تفضل الاسابة اوه لم quant sălis ه vilje ه strengthened في اجل المنصورة لا قاهرة للنادي الأهل احكي لي عندي انخصوا على الجحلة كانت صعبة جدا كابتن سادannah و اللي هي هنا احكي لكم الوحدة كانت مكسوب gewesen طبعا والنقلة صعبة جدا لأنني كنت صغير وماما على طوله وبابا وأخيتي كنا معي فلما تنقل نقل أنا صغير 2004 لأنني أجي الوحدي مش صعبة مش سهلة بس قدرت الحمد لله أتأقلم وكده والحمد لله مش فاكر حاجة معينة كده حصلت مواقف لما جيت من المنصورة للقاهرة لما جيت النادي الأهلي في الأول موقف معين كده وقفته قدامه ولهو شوية كانت صعبة شوية علي من النادي المنصورة للنادي الأهلي كانت الدخل الأولى كانت في رعبة شوية وخوف وقلق ده طبيعي كنت قاعد في الشقة مع سيد وأنا صغير على طول بصراحة كان بيساعدني جدا في حاجات برة ناس الطاولة كمان وقف جنب كتير فالحاجات دي طبعا مستحيلة نساها سواء كنت في البيت معا أو في النادي يعني هم دول الحاجات اللي أنا ممكن أكون بالوقت فاكرها فاكرها بتفاصيل مستحيلة نساها ومستحيلة نسا كمان زي ما بقولك سيد لما كابتن سيد لما يوقف جنبي دكتور علاء مشرف ليه فاطل جبير علي جدا برضو لما جيت النادي الأهلي أو الكلام ده كابتن أمجة سليمان من النادي المنصورة للنادي الأهلي فالتلاتة دول بالتحديدا يعني وطبعا ناس كتير جدا لهم فاطل جبير علي طبعا بس أسماء كتير بس تلات دول بالتحديداً يعني عمر ما نساهم عشان لهم فضل كبير عليها جداً في تنس طولة وبرة تنس طولة مشوارك مع الأهلي خط 13 دوري من أصل 17 شايف المشوار ده ازاي وإيه اللي أصعب فيهم؟ إيه البطولة الأصعب فيهم؟ البطولة الأصعب فيهم سنة 2009 عشان احنا كنا من 2004 بنخسر وهم دول الأربع بطولات دي اللي بقولك دكتور عالق مشرف كان ساعتها كان كابتن قشف صبحي وكابتن عام رضا كانوا ابتدوا في أواخرهم ابتدوا هو يزقيننا وعمر عصر وابتدنا الحمد لله من 2009 لحد دلوقتي ما بدخسرش فأول بطولة هي اللي بتبقى أصعب بطولة وآخر بطولة اللي نادي الزمالك جاب محترف فهم دول أصعب بطولتين دوري لعبناهم يعني شايف المشوارك ده ازاي يعني ما شاء الله برضو بطولات حلوة يعني طبعا الحمد لله حاني تلسط عليه دلوقتي آه دي دون ربط دون لحامد لله طبعا لا أكيد لما بفتكر الحاجات دي ببقى شرف واكيد ببقى فخور بس ما 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 بحبش أقف كتير عشان اللي جاي آه ما بحبش أقف كتير وبدغر يعني العشان اللي جاي والله عشان لو فضلت أفتكر الحاجات دي ممكن غازب يعني عني غازب عني شواء قاقف شواء وكسل او الكلام ده لا بقى برمي ورا دهري إن شاء الله عشان اللي جاي إن شاء الله يبقى حسن جدا عارف اللي انت بتقوله ده يعني يمكن برا بيقوله عليه you have to stay hungry. بالضبط اللي انت لازم تبقى انت جعان تفضل جعان. عشان تقدر تنجح. برافو عليك يا فحمد. نروح للنشئين. احنا عندنا نشئين ونشئات كويسين جدا في تنس الطولة. شايف ازاي ممكن نستغل الشباب دول علشان منتخب مصر. علشان نادي الاهلي علشان كل الاندي. لازم ان شاء الله. وزي ما قلت لك كابتن دينا مشرف كبيرا واسطورة والكلام ده. عندنا طبعا رمز دلوقتي ونجمة صعدة بقوة السلوخ. ما شاء الله هنا جودة وعندنا امثال كتير جدا غير هنا جودة. بس مش متسلط عليهم الدوق. طبعا لازم يبقى فيه اهتمام شوية اكبر. زي ما قلت لك من من وزارة الشباب الرياضة واللجنة الاولمبية ان شاء الله. والنادي الاهلي ومنتخب مصر. لازم يبقى فيه اهتمام فيه تمرين كتير. فيه سفريات كتير ومعسكرات كتير دي اللي فرقت معنا. طبعا الاحتكاك الدولي فيه البطولات دلوقتي اسمها دابلو تي تي. هي الحاجات دي برضو اللي خلتنا يبقى عندنا تقل وعندنا خبرة. لازم يشاركوا كتير في الحاجات دي وبقى فيه اهتمام إن شاء الله. وماديات تتصرف عليهم وإن شاء الله هتلاقيه يعني المستقبل لينا للمصر إن شاء الله. هل تحكينا عن تجربتك مع هانا جودة في الزوجة بطولة أفريقيا؟ ها طبعا يعني أكيد كانت حاجة جميلة جدا أقول يعني كنت أنا أول مرة ألعب معها في الزوجة أفريقيا كنا أصلا ما تمردناش مع بعض قبلها ولا سخننا مع بعض ولا أي حاجة. إحنا لعبنا صدفة والحمد للأقدرنا اللي إحنا ناخد مدالية ذهبية ودي عندي يعني أنت مش متخيلة في قلب قد إيه كانت مهمة وغالية وكنت مبسوط بها جدا قد إيه. هي والمدالية للزوجة برضو مع محمد شومان. وتمنى إن شاء الله إن شاء الله يعني في المستقبل إن شاء الله نعمل أكتر من كده إن شاء الله. إن شاء الله طايد كابتن خلصت فقرتنا دلوقتي أسئلتنا السهلة خلصت. تعال نتلع فاصل ونسيبك تجاهز نفسك علشان نرجع ونرعب مع بعض. إن شاء الله استنونا. ورجعنا لكم مرة تانية ولسا مكملين حلقتنا ومعينا ومنوارنا نجمة النس الطاولة محمد البليل. هنروح معاكو دلوقتي. هنروح معاكو فين. هنروح معاكو فين. هنروح لللعبة بقى. إحنا بص. إحنا دلوقتي لعبتنا صعبة شوية. يعني محتاجة أن أنت تركز علشان في أحكام. ماشي. يعني يسيبك من اللي فات. علي أو عليك أو لا عليك. إحنا موضيعات. إحنا موضيعات دلوقتي. وده مجبولة فيها أسئلة مختلفة. هتسحب ورقة ونشوف السؤال. هنشوف اللي مكتوف. فيه ورقة فيها سؤال. عرفت تسأل. عرفت تتحلي على السؤال تمام. عرفتش تسأل. هنحكم عليك. إن شاء الله. دل أنا كنت خايف منه بس ماشي. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد حقك يا كابتن سيد. فكرت تمشي من الأهلي. لأ طبعا مستحيل يعني. يبقى لي عشرين سنة في النادي. زي ما بيقول لك ده بيتي. يعني بعد نادر منصورة. وأنا دلوقتي عمد أربعة وثلاثين سنة. أتمنى إن شاء الله. مضيت أربع سنين. إن شاء الله ما تبقى شاربع سنين. وأتمنى إن شاء الله أنه مسرت بالنادي الأهلي. أنا عايزة عدل على السؤال ده. حتى لو جالك عرض. بضعف الفلوس بتقود في الأهلي. أنا ما كنت شخص أتكلم في المواردة. الحمد لله جالي. بس مستحيل لن أفكر. حتى في البيت عندي أهلوية. ووالدتي طبعا. لا مستحيل. الاختيار الكاسبان يا جماعة. يعني والله العظيم أي حد يختار الأهلي. وجمهور الأهلي كاسبان. يلا اللي بعده. لا أستاني. إيه؟ أريد أن تأملي إيه؟ مش عارفة عندي سؤال هنا. أريد أن تسأله. أريد أن تسأله. أريد أن تسأله. تنازلات قدمتها في حياتك. عشان تكمل مشوارك في تنس الطورة. أه. سؤال حقيقي وصعب. أه. ممكن أكون تنزلت عن حيات كتير قوي. أريد أن أكون مفاكر. لكن الموضوع الشغل في أيدي. أريد أن أعملها. لكن لا أريد أن أعمل لتنس الطورة. وتنس الطورة حياتي كلها. أعتقد أن أقضي في تنس الطورة. أكثر من أقضي مع أهلي. وهذه من الأشياء التي تكون مزعلينة. لكن هذا هو سنة الحياة. وهذا هو شغلي. فأحاول على قد أقدر. أهتم بماء بإخوتي ووالدي ووالدي. على قد أقدر. لأن أحسر في الأوقات أن أقصر معها. نعم. ما يقول له إلا إحساس التقصير ده. إن شاء الله. إن شاء الله أنا مش مؤثر. ولكن عشان بقول لك. حياتي كلها مع المنتخب والسفر واحتراف. ومع النادي. فسنة الحياة اللي أنا بقضي. وقت أكبر مع صحابي. ومع مدربيني والكلام ده. فدي الحاجتين اللي أنا ممكن أكون فاكرة. وموضوع الشغل. وموضوع أهلي يعني. نعم أنا خليهم لك. وهم أكيد مقدارين. ظروف شغلك. وكذا. ويخلي ورقك ومبارك لك. أنا عايزة أرى كل ورق ده. لو في حكم مكتوب في الورقة يا محمد ما تخمش. لا لا لا. وانت في نادي المنصورة جالك عرضين. واحد منهم من نادي الأهلي داخل الدولة مصري. إيه السبب في اختيارك للأهلي؟ طبعا. يعني. جالي عرضين من نادي الأهلي ومن نادي الزمالك. لا. لا 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 نقول. لا جالي من نادي الأهلي ومن نادي الزمالك. وأنا. يعني. أنا وكابتن أمجد. والبيت عندي وكده اختارنا طبعا. النادي الأهلي على طول بدون تفكير يعني. السبب. السبب اللي اختارك الأهلي أنا بقول لك أهلاوي من صغري. وأنا أصلا بحب النادي الأهلي جدا. وأنا بحب الكورة كان نفس أصلا نطلع لها بكورة. انتمائك للأهلي. فانتمائي الأهلي وانتمائي البيت كله للأهلي. فده السبب اختارنا. فضا يا فنس. مرأة أخر. لا يوجد مرأة فيها حكم. أسألة كلها سهلة الحمد لله. يا فراحات فين الأحكام. انت بلغني لي بي أحكام. اللعبة مصر تناز بها عالمان. كرة القدم الطائرة تنس لعبة تانية. هند بول طبعا. هند بول طبعا. تمام. محسن بأي صعوبة يا جماعة. محسن بأي صعوبة يا جماعة. هو ده اللي بتفقيني عليه. طب قلب كده قلب. قلب كده يا جماعة. أكتر لعب كنت نازل وخايف منه. أيوة. فتح. يعني الحمد لله. يعني الحمد لله. بحول قد ما قدر لنا قبل منزل أي مطش. مش ببقى خايف من حد. بس إحنا عندنا في اللعبة. يعني بتعطي نستغلو. ها يتفاهمين شوية. وأنا باتكلم. عندنا لعبة قطيعة. يعني بلعبه. بلعبه كده معاين. ببقى صعوب شوية. ده أنا ببقى أكتر لعب شوية. ببقى خايف من القطيعة بس. قبل ونمازل. في أسامي للقطيعة. طبعا. يعني. في لوس بتاع المانيا. وأنا قبل كده لعبته. يعني منتخب مصرد منتخب المانيا. و. ما بحب مش لعبه معا. بقى أنا خايف منهم. اللعبة القطيعة بس. بس. بس بلعبهم حلو. قبل كده كسبت مباراة. بس انتو عشان عايزين نقول حد. فطبيعا اللي ببقى فيه لعبة. يعني فيه بنخاف شوية. فهم اللعبة القطيعة وم شوية بس. اسموهم القطيعة. اه. القطيعة. انتوها تنستاهول عارفين. اوكي. معلش. أقلب شوية كمان كده. معلش. والأي محمد الحسن. انت بالتفق مع أحمد فرحوت رئيس التحرير. اه. اللي تلعدي بقى له. اه. فين يا أستاذ فرحوت. تفضل. ايه الممتع الاكتر بالنسبة لك. لعب الفردي والجمعية. اه. انا عشان لعبتي. فطبعا تنستاهولا بعد كده كورة. بس كنت اتمنى كورة عايز. طب احنا معانا كورة. بس انما نشوف بس انا عمل بها ايه. ايه. طب. لما انتقلت الأهلي خدت وقت على ما قدرت تسيب بصمتك عشان كانت الدنيا زحمة وفي نجوم كتير ولا أسباب تانية والله الحمد لله يعني ما أخدتش وقت كتير الحمد لله قدرت أنا أثبت نفسي على وطول في النادي الأهلي بعدها بكم سنة زي ما بقول لك الدكتور علاق مشفر الحمد لله لعبنانا وعمر عصر وقدرنا نثبت نفسنا نوم من ساعتها الحمد لله خسرنا 3 أربع صين في الأول بس طبيعي عشان كون مصغرين نعم ما شاء الله المشور واضحة والحمد لله بعد كده يعني كسبنا وإن شاء الله نكمل مسيح إن شاء الله يلا بعده إن شاء الله خلص وورقة كلايش لأحنا نخلص وإحنا عادين إنك كسبت السيد لشين أكتر من مرة من أحرف أنت أو لا أكسبت أكتر من مرة بس هو أحرف طب كام كامل فيه فيه لا الورقة بتاعت كابتن سيد لشين فيها كلام لا والله إنك كسبت السيد لشين أكتر من مرة أكسبت أكتر من مرة وبين أحرف أنت أو هو هو خلاص طب تعالي بقى نشوف الفيديو بك كده كابتن سيد لشين شورة جاية هي لمحمد البليد حبيبي بيبو هو اسمه الدلع عندنا بيبو من أكتر العيبة الموهوبة عندنا في مصر والمحترمة ها محترم جداً جداً وهادي كده ومرتب حياتهم مترتبة هادي زيك أنتو صحاب هادي أنتو صحاب قوي يعني يحكي لنا عن علاقاتكم بعض فكرة أنت لو كابتن محمد لو قعدت معي نفس نبرت صوت لها جميل هو بيبو ده رائع بيبو ده رائع بس يعني اللي أنا مع بعض سنين أقول له حضرتك كان قاعد معي في الشقة المغتربين كنت أنا هو معي كان هو قادي كده قاعدت السنة كاملة مسمعش صوته والله ما عرفش إن هو أصلاً بيتكلم وبيهزر لحد ما كان معنا برضو لعيب ديوقتي في أمريكا سمحمود زغلول اوه ابن كابتن عزيزة الزغلول جاء الشقة قاعد معنا أنا كنت بره جيت الشقة قاعدت الشقة مقلوبة ومهرجان يا بيل أنت بتتكلم زينا بعد سنة جميل هو محمد ربنا يكرمه قلتلك نفسه نمرت الصوت أيوة أيوة أميري كان بتقولي كابتن سعيد كان بتقولي أنا أرسوك واتسي لا بس لأ بس أنا سواء محمد أوسط وعند لسه عند كلامك أنه هو أحرف طبعاً ده مسألة الأعلى يعني وزي ما بيقولك هو سعيدني كتير جداً يعني أول ما جيت النادي وإحنا في الشقة حاجات بره تنس طولة كتير وجوه تنس طولة يعني لو حاجات اللي بره تنس طولة كان ينفع أولها على هوا كنت قلتها وطبعاً أسطورة وكده وتمنى له يا رب يفضل يلعب لأطول فترة من كده وربنا أدلوه الصحة إن شاء الله يا رب يا رب يلا نشوف الورقة اللي بعدها أصعب معاجهة في مشوارك هم على طول يعني مواجهتين بتبقى صعبة نادي الزمالك في مصر ولما بنلعب منتخب مجرية منتخب مصر يلعب منتخب مجرية دول بالنسبة لك أصعب مواجهتين دائماً نادي الزمالك ومنتخب مجرية بسم الله سبت كرت القدم ولعبت نس طولة بسبب بسبب على طول كنت بتعور والديت خائفة عليها وعزين نلعب لعبتك أنت كنت تلعب في مركز وانت تلعب؟ يعني ما كنت لعبت كنت نفسي روح نادي منصولة بس كنت بلعب في الشارع مع صحابي وفي ناس كتير صحابي ما شاء الله كلهم بالعب في أنديت كورة بلوقتي بس فالسبب المصيب بقى تنس طولة لو رجع بك الزمن هتكمل وتكون لعب كورة لن tungst 20 مرة هانا موافق صدر 20 مرة ها هها لك بسم الله بسم الله ما انت قاعد بقى الصعوبة لا ما ان شاء الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بمعنائم سبعتاشر بسم الله بسم الله وانا كنت مفيد THEN تمام كده. شايف هل سترجع ترعب كورة؟ مثلك الأعلى في تنس طولة محلياً وعالمياً. محلياً أنا قلت كابتن سيد لاشين. عالمياً مالونج. مالونج ده هو السين. وريني مهارتك في كورة تنس طولة. سهل دي. ومش محتاج يعني بس أوكي. نعمل زي كورة. مية بقى. مية سهلة. سنعرف نكمل الورق. أنا ممكن لما تقولوا كفاية بقى. أنا أريد حاجات أصعب. أنا أريد حاجات أصعب لو سباكتك. لا أريد حاجة أصعب لو سباكتك. كده حلو قوي. نكمل الورق. لأهلك مش قاعدين معك في الكورة. وقاعدين في المنصورة. عشان يعني. ماما وبابا طول عمرهم. واخواتي كمان يعني متجوزين. وشغالين. حياتهم. وحياتهم كلهم يعني هناك. وزي ما بقولك. ماما وبابا متعودين على هناك. فصعب اللي هم. اللي هم. يجيوا وعيش دلوقتي في الكاهرة. وكمان أنا مش يعني. مش هردر لهم برضو يسيب اخواتي. هم أولى بهم هناك. واخواتي زي ما بقولك متجوزين ومخلفين. وماما مبسوطة وبابا بالأجواء دي. فطبعاً أنا مفتقدهم وكل حاجة. بس يعني. يعني. هم مبسوطين هناك. مش عايز تبقى ناني يعني. بالضبط. هو صعب فعلاً على الأهل. إن هم يسيبوا حياتهم والبيت والشارع. بالضبط. بيبقوا صعبة. لإن شاءال النقلة دي هتبقى صعبة شيء عليه. صحب. صحلة خالص. التنزلات قدمتها في حياتك. عشان تكمل مش هارف كتين استقولة. قلنا. جاوبنا. جاوبنا على السؤال ده. لو بتلعب الاتنين دول مين أسهل. هانا جودة ولا سيد لاشيل. هانا جودة أسهل. ليه؟ عشان يعني في الأول في الأخر بنت. طبعاً يعني هتبقى. لا. إيه ده؟ لا والله أنا مش قصد حاجة. الطبيعة للولد. طبيعة للولد مهم قوة البنت. طبيعة للولد يكسد البنت. بس طبعاً كاف تنسى. طول عمرنا المطشو صعب جداً. أكيد. فأنا بجاوب الإجابة بالقلب على طول. يعني. مش بفكر له. والله العظيم. مش بفكر. يعني الإجابة بطلع على طول. أنا فهم. طبعاً فهم أصدق. لو مكنتش لعب تمس طولك. كان زمانك إيه؟ كمل. لعيب كورة. ده انت متحب بكورة. هل تفرج على كورة يا محمد؟ أتفرج على كورة ولعب كورة. لا حدد دوات. وأنا فهم في كورة. كنت أطلع حل للعيد. ايه ده بجد؟ حلو. لازم تأتي معنا بعد حلل. لازم تأتي معنا بعد حلل. لازم تحلل معنا. اتحاد تنسى الطاولة دعم ولا مؤثر؟ لا أتدعم طبعاً. لازم تنسى الطاولة دعم. لا. بصراحة كابتان معتز. وبقى أعضاء مجلس الإدارة. ونائب الرئيس كلهم. لا. الحمد لله. دعامين لنا. وعلى طول اللجنة الأولمبية. ووزارة الشاب والرياضة. لا. دعامين لنا. أتمنى إن شاء الله للفترة المزيد. بس. 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 عبر منافسات والبطوات. يقدر اللي بيحب بعمل إيه. وهوات التانية. لكلورة. لو مفيش تنسى الطاولة. بيبقى منافسات. لإلعاب كورة. واتفرج على كورة. معلن نلعب كورة ده غلط بس. بلعب برده. فعلاً غلط عليك. عشان تصبت قبل كده منها. فعلاً. فعلاً. ما منفعش أقول كده. بس أنا قول فالش. من مي سيطر في مصر وأفريكا في تنس الطاولة الحمد لله مصر بعدها ناجر يعني زي أهل وزمالك آخر الورقة آخر الورقة ده أنت جاوبت على كل الورقة فريق أو لعب نفسك تلعب قدامه وتكسبه يعني ما فيش حد معين بس كل مرة بلعب في نادي الزمالك أو منتخب ناجر أكيد ببقى نفسك سب نادي الزمالك أو منتخب ناجر بس أنا مبسوطة بصراحة بصراحة في سلاسة كده وما فيش أي صعوبة في المنزل كابتن سيد بردو كان صريح أولا لانتو صحب جد بقى طيب بصيح نارد دلوتي صورت ليه شخصيات هتقول كلمة لكل حد فيه فتعالا نشوف بقى أول سورة طبعاً كابتن محمود أسطورة وقدوة ومسأل أعلى لنا كلنا ومبسوط جداً اللي الناس سميتني يعني كابتن بيبو على اسمه وربنا يديله الصحة يا رب وبحب كابتن محمود جداً كمان لما كان بيجي كان عمل كان فيه بردنامج زمان يعني بحبه جداً بحب أتفرع عليه جداً هو بيتكلمه وكده حقاً حقاً الصورة اللي بعدها كابتن أشرف عبد الفتاح طبعاً كابتن أشرف مدير الجهاز بتاعنا من 2004 وهو معنا أتمنى إن شاء الله الله يفضل مكمل كده لحد لحد النهاية إن شاء الله مع بعض يعني يا رب الصورة اللي بعدها لها دكتور علاء مشرف دكتور علاء مشرف طبعاً قلتلك ولو فضلت أتكلم عليه من هنا لبكرة ومشها وفي له حقه وسعيدني كتير جداً في التنس الطاولة وبره في التنس الطاولة سواء في النادي الأهلاء وفي منتخب مصر فربنا يديله الصحة دايماً يا رب يا رب الصورة اللي بعدها كابتن معتز عشور طبعاً رئيس الاتحاد الحيالي حبيبي طبعاً كابتن معتز ربنا يكرمه طبعاً ووفقه دايماً لصلاح اللعبة ويفضل على طول موجود ويحقق كل أهدافه إن شاء الله يا رب نروح بقى الإسطورة اللي بعدها كابتن ماجد عشور كابتن ماجد طبعاً حبيبي ومدربي طبعاً برضو من زمان جداً من النشئين لحد الوقتي أتمنى له برضو دوام الصحة يا رب ويفضل على طول موجود معنا كده ومنور دايماً يا رب يا رب صورة اللي بعدها كابتن خالد حبيبي طبعاً ومدربي النشط الرياض الحالي كابتن خالد طلعت عبلكد معاه زمان أيام لما كان مقدم في البرامج وبحبه جداً من أيام لما كان هو حارس مارما هند بول فأتمنى له يا رب التوفيق يا رب والنجاح يا رب الصورة اللي بعدها للصديق طبعاً كابتن سيد كلمت طبعاً برضو عليه كتير مش هوفله حقه أسطورة لنا كلنا بتمنى له يلعب لحد آخر حاجة ممكنة ربنا يوفقه طبعاً دايماً وبعد أهم حاجة عام شر الإصابات إن شاء الله كابتن محمد للأسف الشديد والأسف يعني أنا ببسط أن أنت كنت موجود معنا النهاردة بتمنى لك كل التوفيق أشكرك على مسيرتك المشرفة مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر أنك رفعت اسم مصر في محافل دولية كتير قوي بتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي إن شاء الله أول مدالية هتخدها اللي جاي هتبقى معنا هنا إن شاء الله ربنا خلينا شرفتنا كابتن للأسف خلصت حلقتنا النهاردة من الحريفة استنونا في حلقة جديدة